فنان حبيب الصغار والكبار معروف بدمه الخفيفة على الشاشة وفي الواقع الناس كلها بتحبه بسبب الأدوار الجريئة لمراته الفنانة الشابة دخل في مواجهات كبيرة مع الجمهور وفي كل مرة بيكون موجود في ظهرها بنتكلم عن الفنان أحمد حلمي جز الفنانة المثيرة للجدل مونة زكي واللي بيواجه معها حملة هجوم على السوشيال ميديا بقالهم كم يوم الحملة دي حصلت بعد ما ظهرت مونة بحواجب كثيفة في البوستر الدعاي لمسلسلها تحت الوصاية اللي بتستعد العرضه في دراما رمضان الناس وجهت انتقادات كتيرة للفنان أحمد حلمي المعروف انه بيقف دايما ورا مراته وكمان بيدعمها ويساندها أحمد حلمي لمواقف كتيرة دعمها لمراته لما بيلاقي هجوم الجماهير عليها زاد عن حده في وقعة حواجب مونة زكي أحمد حلمي كان ساكت لما لقى الهجوم بيزيد قوي عليها اضطر يدفع عن أدوارها حلمي كتب منشور على حسابه في انستجرام قال فيه بالنجاح والتوفيق يا مونة ولكل الممثلين والكل طائم العمل اللي اشتغلوا في المسلسل ووجه أحمد حلمي رسالة شكر واعجاب لمخرج المسلسل محمد شاكر وللمؤلفين خالد دياب وشيرين دياب على الإبداع اللي مكتوب في السيناريو وقال لهم مبروك رد فعل أحمد حلمي الإيجابي ده على دور مراته الجمهور اعتبرها رسالة دعم توجهها بقالها كم يوم؟ أحمد حلمي ما دفعش عن حواجبها بس لا ده دافع عنها قبل كده برضو لما حصلت الحملة الشرسة على مونة زكي بعد دورها في فيلم أصحاب ولا أعز وقتها حلمي طلع وقال ان الفيلم اللي قدمته مراته فيلم راقي وبيحتاج كمان لأصحاب عقول راقية ووصف كل اللي انتقدوا الفيلم بالجهلة لما دافع عن دورها الجريء قال انه كان على علم بكل تفاصيل دورها في فيلم أصحاب ولا أعز حتى من قبل ما تشارك في بطلته وهو وافق عليه لأنه كان مهم بعد دفاع الفنان أحمد حلمي عن مراته بسبب مشهدها الكليع في الفيلم تصدر اسمه الترند لفترة طويلة بعد ما تحول الهجوم عليه هو علشان يتلقى انتقادات كتيرة على صفحته الشخصية أحمد حلمي رغم انه بيتلقى تعليقات حد ورسايل واضحة وصريحة من المتابعين إلا انه واقف وراء مراته ودعمها رغم جراءة المشاهد اللي ظهرت فيها مونة في فيلمها المثير أصحاب ولا أعز ومن ضمن الأفلام اللي واجه بسببها أحمد حلمي صدام مع الجمهور كان فيلم أبو علي وده الفيلم اللي جمع مونة وكريم عبدالعزيز من كم سنة بعد عرض البرومو حصلت ردود أفعال غضبة من كل الناس بسبب المشاهد الجريئة اللي كانت فيه وكمان احتوى على مشاهد غريبة ما كانش حد يتوقعها من مونة زكي معادها جزة أحمد حلمي اللي طلع دفع عنها وقال إنها مشاهد عادية ما فيهاش حاجة وحشة مرة كمان اتحطى أحمد حلمي في أحراق كبير بعد عرض فيلم احكي يا شهر زاد لما الناس هجمتها بسبب الفيلم لدرجة إن في ناس قطعوا أفلامها وبعد هجوم عنيف وغير مسبوك عليها طلع حلمي ودافع عن الفيلم ده وعن المشاهد اللي عملتها مراته فيه أحمد حلمي صاحب رأيه وكمان ما بيسكتش والجريب في الموضوع إنه رغم الهجوم اللي بيحصل عليه في كل دور تعمل امراته إلا إنه واقف واقفة قوية معها وساندها اشتركوا في القناة